الأصدقاء العزاء تحية طيبة معكم منصور ناصر وحلقة جديدة من برنامج أوهام الدين في هذه الحلقة سأتناول موضوع وهم الأعجاز والخلق والقدرة التي يتداولها المسلمون تقول آيات المصحف العثماني وسع كرسيه السماوات وبالطريقة نفسها تقول أنه خلق جنة أرضها السماوات والأرض أنا سأقول حسنا لن نتساءل عن بقاء مكان للجحيم مثلا وسط هذا العالم المحجوز بهذه الساعة لجنة النعيم بل سنقول حتى نتخلص من مأزق المنطق نقول ما يقوله المؤمنون بأنه على كل شيء قدير لا بس لكن ألا يكشف هذا الجواب عن فصل واضح بين الخالق والأشياء أي أن هذا الخالق هو قادر على خلق أشياء من أشياء منفصلة عنه موجزة من عنده إنما هاي الأشياء تتواجد حوله مثل ما تواجد الأشياء حولنا إحنا كبشر وهي الأشياء اللي إحنا نصنع منها ما نشاء طبعا عندما نلاحظ هذا المفارقة راح نكشف بأنه هذا الفئل الإلهي هو مشابه تماما من حيث الشكل والمضمون وليس من حجم الكم لما يخلقه الإنسان من أشياء يلتقطها من حوله ويعمل منها ما يشاء مثلا حتى يلتقط الطين أو الصلصال ويعمل منها منحوتات أو يلتقط ويجمع الطعام ويحاول إلى أكلات لذيذة أو يبني بيوت وهكذا يعني هو يعمل شيء من أشياء بالنتيجة السؤال ما الفرق بيننا وبينه إذن لا يوجد أي فرق نوعي إنما هناك فرق كمي السؤال أليس هذا طرح هو تقليل من شيء إله يقال بأنه كلية القدرة فأل كاشف لنقص هذا الإله وعدم اكتماله ثم هل أن أطلاقية هذا الإله تتطلب أن يمتلك مساعة شاسعة بعرض السماوات والأرض هل يدل هذا مثلا كما أعتقد المؤمنون على مدى سعة عقل هذا الإله وقدرته وجبروته أم يدل على العت على سعة قرور هذا الإله هذا الطرح وهذه الأسألة تراودني أنا عندما أنا ما يجيني واحد يطرب على سماعة هذه الآيات الصوتية لكنه يجب أن نفكر بها بشكل عميق وأعتقد من حقنا جميعا من الآن فصائدا إعادة التأمل والنظر بكل شيء لأن هذه المسائل شكل الأساس الثقافي والروحي والمعرفي لكل إنسان مسلم أو مؤمن ما هو الهدف من هذا الفيديو أنا ما أهدف من هذا الفيديو إثبات وجود إله من عدمه فهذا موضوع جرى حسمة وما عاد أصلا يستحق النقاش وحتى لو يستحق فهو ما عاد إلى قيمة السبب هو أن فكرة الله أصبحت فكرة قديمة الإنسان الآن أكثر قدرة وقوة وجراية ووعي ورحمة وسماحة من جميع يعني هذا مو معناته أن الأديان راح تختفي من حياتنا فهي تبقى حاجة إنسانية أساسية لكن مو من معنى الأديان اللي إحنا الرائجة والتي ورقناها لا الأديان القادمة المستقبلية راح تكون الأديان أكثر تهليبا وأكثر تحضرا وأكثر رقيا وأكثر مساسا بحاجات للإنسان وروحها وتستطيع أن تستخرج بالإنسان طاقات روحية وقدرات لم يكن الإنسان بها أحد من قبل أنا أعتقد أن الأديان المستقبل راح تكون إنها جزء من الحياة الدين كان سابقا هو يصنع الحياة وهو يعبر عنها الهدف من هذا أيضا أنه نمتلق قدرة على أن نرى حقاق الأمور نطلع من هذا الجو التحيزي والقطيعي ونحاول أن نمتلق ذاتنا وروحنا وشخصيتنا ونفكر كأشخاص أحرار وعندنا كيان خاص يدرك الأشياء ويفكر بها بشكل منفرد ومستقل ويحترم الطاقة الإنسانية الموجودة داخل كل واحد مننا فكرة أيضا وجود عرش للإله يوسع عرش كرسيه وسماوات الأرض ويحمل عرشه ثمانية هذه الفكرة تأكد أن الأديان القديمة ما عادت نافعة لأن هذه الفكرة العلاقة بزمن الملوك فكرة جدا بسيطة ما فرق عن فكرة الملك نفسه يعني كل مواصفات الإله الإسلامي أو إله الأديان ما أظهر من الأديان أو اللي أعطيها آلهة وهذه مواصفاتها مواصفاتها الشيء كلي القدرة والقوة وهذا كان الطموح هذا الإنسان القديم أن يمتلق قوة وقدرة أن يتحكم بحياته لأنه مهدد في كل لحظة من حياته مهدد بالمرض بالجوع مهدد بالغزو بالقتل بالظلم الآن ما عادت هذه الأشياء موجودة منه مهدد بالجوع مثلا نادرة ما في جيد الإنسان تأتيت هذه المشاكل حتى المرض أصبحت إلى علاجات بدأت الحياة تنتظم أكثر ما عاد الإنسان يحلم بهذه القوة الجبارة أنا شيسوي بالقوة سأل مثلا إنسان قاعد أنا ما أحتاج أكون أتحكم بالعالم والقوة وحاجاتي الأساسية متوفرة أعيش في دولة فيها نظام فيها ضمان لحقوقي فيها ضمان لي ولي أولادي ولمجتمع والأقرب الناس إلي فهذا خلاص فما أحتاج بعد هذا الإله الكلي القدري هذا نموذج موجود مزروع بذهنه ما نحتاج بعد الآن بالمناسبة هذا القول حتى أختم هذا قول نشرته منذ تقريبا ثلاث سنوات الآن أرد على بعض التعليقات اللي ظهرت به أكوناس قالوا بأن الأتراض هذا مو جديد فهي مسألة مو بالساعة بالعرض إنه عندما نسأل هنذا كان عرضها السماوات الأرض كيف الأمر بطول هاي السماوات أنا أجاوب أقول إنه بها جدل هاي المسألة لكن أنا مو هذا موضوعي أنا موضوعي فكرة أنه أنت تمتلك مساعي شاسعة أو تفتخر بها يعني شنو فرقه عن ملك أو مسؤول الآن يفتخر بأنه يعني فكرة أعتبرها ساذة بصراحة يعني لا تليق بإله الإله المزروق الذي نتصوره ما تليق إنه بالعكس ممكن أن تكون إله أنت وأدما تكون حجبك صغير شنو المشكلين بعض يقول إنه لا إنه هاي مسألة العجاز إنه السماء بنيناها بأي دين وإنه لموسعون ويعتبرها دليل أجاز الحقيقة هذا الكلام يعني كلمة موسعون مو معنى التوسيع والها علاقة بالانفجار العظيم والبيك بان كان مخصوص بأشياء آخر مختلف فأي واحد بالإنترنت يسأل عنه كلمة كلمة الموسعون يعرف معناها والحقيقة أيضا حتى لو كان معنى أنه تجد معنى التوسع المستمر الحقيقة الكون ما يتوسع الكون يتمدد يعني الثاني تمدد ما يطلب إضافة على ما هو موجود أصلا يعني تتوسع من تضيف شيء هذا ماكوش إضافة المادة لا تفنى ولا تستحدث هذا قوانين إزاء لا تقبل النقاش بعض يقول لا هي لها السماء مو ليست هواء ولا فضاء المظلم من الاتراضات إنما هي بناء محكم ومتين حسب قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء فأقول لنا فكرة السموات السبعة يعني هاي كلها كلمات مؤتقدات قديمة مو أمرها بزمن الإسلام لا قبل الإسلام في ألف سنة من أيام بطليموس وهاي تعتمد كلها على نظرية بطليموس الفلكية اليوناني وهاي تألف للنظر يدخل لأن هناك كواب سبعة كواكب أو سبعة أفلاك معنى أفلاك ومدار لكن يقصدون بها الملاقات سبعة أفلاك هي هاي السماء كلها سبعة أفلاك ويسمونها كواكب السبعة بينها تخلعهم بينها القمر يعتبرون القمر هو واحد من كواكب فهذه كانت الفكرة السائدة قديما وهي هاي اللي تحدث عن القرآن وهي مو هو اللي قال موجودة بالثقافة الشعبية عند الناس جميعا القرآن جابها وصاقها سياغة جديدة وكل ما في الأمر فيزياء هوي أنا عمي أيضا رجل فيزياء هوي مشتغل بالفيزياء النووية فترة يعني قبل فترة بعيدة السماء هي ماموي ماكوش اسم السماء السماء هي كلمة خداع بصري يعني نرى مجرد الأكاسات الأكاسة شعة الشمس على طبقات الجوية العليا بس سماء كسماء ماكو مجرد الأكاس ضوية القرآن هو أداء قلنا أنه هو كتاب وطب بحقيقة مو كتاب ماعرف شون يعني هو شكل ماعشك مو كتاب كلمة كتاب أيضا بها معنى مختلفة على كل حال البعض مهوسين بجعل هذا الكتاب وكتاب علوم وكتاب شامل لكل شيء لأنهم مختنعين بأن هذا الشيء هو الأساس الذي يجب أن يعتمدون عليه والحقيقة ماكوشي كتاب هو كتاب دين مجرد كتاب دين ويحاول أن يعني يوصل الرسالة بأنه هناك إلاب معنى هو نبي يجب أن تطيعون هذا الإله وهذا النبي هي على قصة كلها ولا تناقشون وطيعوا الله والرسول وانتهى الموضوع كيف نفهم هذا الهوس بالإعجاز وأن الإله هو واسع وقدير وحكيم مجتمعات كمجتمعات ما زالت تأيش في زمن أسور الوسطى أو ثقافة الأسور الوسطى وهذه المجتمعات تفكر بطريقة بأنه ما تفكر بأنه يعني أن أفهم ما يجري أو أفهم ما يقال أو أفكر بما يقال أو أبتكر ما يقال شيء جديد لا تفكر المسألة الأساسية أن تتوحد وأن تضرام وأن لا تخرج على القطيع أن دائما لا تنفرد إفراد البعير يعني دائما أكون رعب أن تنعزل عن الجماعة لأن تعيش وتولد وتعيش وتتتقف وتتغذى يعني أنا عندي قول أقول إنسان الدباء ينفصل عن مشيمة الأم هو لا ينفصل عن اللحظة اللي ينفصل عن مشيمة الأم أو صدر الأم هو راح يرضع من صدر المجتمع الذي ولد فيه فهو راح يظل يتغذى إلى اللحظة التي يموت فيها التي سي يتغذى من ثدي المجتمع الذي ولد فيه فهو يظل عوب من فكرة انقطاع الحليب هذا الثدي الاجتماعي أو القطيعي الذي يعيش فيه يتخيل أن توليد داخل الدماء الدماء تعترض عليهم تخيل مصيرك يعني تطرد خارج هذه الجماعة أو قيمتك وشعورك وبهذه المسألة قبل أيام نشرت فيديو حدثت بأن الإنسان هو منفرد هو ذو أقنومين أقنوم اجتماعي أو قطيعي وأقنوم الجماعة وأقنوم الفرد فهذا الأنسان الذي يأكل ويشرب بين الآن هو هذا الفرد لكن هذا الإنسان الذي يتحدث ويأكو بداخل بعد اجتماعي أحلال يحتاجه أو نشان عليه وأصبح جزء من أدنى وهو يعني جزء من تكويننا لأن هذا تمنعينا أتيت بكل شيء أتيت من المجتمع الذي نشأت فيه فأصبح أساسك هو هذا فهذا مثل ما كنت ترضى من حليب الأم الذي أقام أودك يعني واجعلك قويا وتمتلك أعضاء وقادر فيزيولوجيا قوي لكن المجتمع هو الذي يغذيك عقائديا وفكريا وبدون هذه التغذية لا تستطيع أن تعيش لا يمكن إنسان أن يتطور أو يفقن حتى كلمة أو جملة يعني كل شيء حتى اللغة التي تحدث بها لغة المجتمع كنت لي ونشأت به هناك مثلا من يقول أنه لا يمكن تفسير هذه الآيات بهذه الطريقة التي تأتي وتتحدث وتتجاوز أنا أقول هذا كلام مردود أنا ما أفسر أصلا أولا أنا أقرأ وأحاول أن أفهم وهاي عملية ما موجودة بعدها جديدة بعدها ما متعودين عليها نحاول أن نقرأ ثم نستوعب ثم نفهم نهضم ما قرأناه هذا الشيء ما زال جديد نحن كنا نتعلم على أن لا نقرأ نسمع أو ننصد للتلاوية وحتى إذا قرأنا قرأنا بطريقة السماء ونحاول أن ننقن أي أن نتحول نسخة جاهزة وهذا سبب الآن نفس العملية مدارس تحبيظ القرآن للأطفال هي ما لها قيمة مجرد غسل عقول لا أكثر ولا أقل أنا أظن لأن من جاء بالكتاب بعد غايته أن ما أقرأ بل أنا أسمع وأطيع والأخيرة لي في أمري لأنه كما معرفه منوت هذا الأمر أمري أنا بالله والرسول وأولي الأمر فقط كما يقول الكتاب نفسه أو الرسول ثم أنا القول بأن تفكيرنا محدود هذا المسألة المردودة كما قلت لأن من يدعي بأنه غير محدود وكلي القدرة ويخاطبوني علي أن يعرف ذلك مسبقا هذه مشكلتها ليس مشكلتي فعندما أنا جاء أتحدث وأقرأ وأحاول أن أفهم وباعتبار محدود فأنت لماذا تخاطب أن الناس يخاطبون على قدر عقولهم فإذا كنت عقل كلي القدرة فلماذا تخاطب يعني المسألة خاصة بيك فهذا كلام مردود هو السمج ومن يقوله هو مجرد يلقي حجاج حتى يقن أن يلسم ويقن الآخرين إذا كنا غير محدودين فما حاجتنا لهذا الإله مثلا يعني كلام مردود الغاية إذن واضحة وهي استعمار النفوس والعقول والتحكم بها واستعبادها وهذا اللي شفنا بحيات هذه الخلاصة 1500 سنة و2000 3000 سنة الأديانية في الأول والأخير والسلطة تلاحظوا أنه يوصلون للسلطة وبطلوا كيش ما يشتغلون بحث بعد ورها ما يرى ما يرى ما يرى يرى بس يستعبد ويحافظ على الكرسي وهذه أحزاب الإسلام السياسة الآن طبقت هذه المسألة طبقتها فعلا لأنه الآن المسلم المعاصر كما قال الله ما لم يكن في هذا المسلم بعد الآن الله أصبح العلاقة بالماضي المجتمعات ما عادت يعني ما عادت بحاجة إلى إله يرعيها ويحفظها لا المجتمعات عادت بحاجة الآن لأنه يتوحد على العلم على أن يفكر ويبتكر ويخرج من إطار التحذب الضيق يعني نحن مو نيجي نتكتل على الماضي ونقول لا نحافظ على الماضي ونحافظ على جدوة الإيمان لا بالعكس الناقش ولا راح نبقى محصورين به ما نطلع وهذا اللي حاصل على الناقش ونبني من هذا الشيء الذي نناقشه ونفكر به أفق آخر نصنع منه أفق آخر للمستخدم ما كنت أول ما تسمعني أن أقول أن هذه الآية وهذا الدين وهذا الفرائل رأسا تستفز لا بالعكس خليك مستعد أن تنصد يعني مشكلتنا الآن تصبح أنه مو أحلى مجتمعات بها استعباد لا مجتمعات هي مستعبدة هي متكونة ومؤلفة من العبيد فقط وإلا لماذا تهاجم أنا أفكر وتشل بقي حق تهاجم أنا عندما أفكر مثلا أو تعترم أو تأنف أو تستفز عندما أفكر وأقرأ وأحاول أن أفهم ليش تستفز هذا كلام مصحيح ترجمة نانسي قنقر